نروح بقى الوولتر بوليا طبعا المهاجم الجديد لنادي الاهلي والقال قد ايه هو بيعرف قيمة ومكانة النادي الاهلي وانه قد ايه نادي كبير جدا وبيمتلك لعبين في صفوفه على اعلى مستوى وهو يعرفهم كويس جدا وانه هو ارتبط فعلا بعلاقات قوية مع زميله اللي لعبوا معاه في صفوف الجونة قبل كده لما كان هو موجود طبعا في الجونة وهم كمان كانوا معارين من النادي الاهلي لنادي الجونة قال ان الموضوع ده هيساعده كتير جدا في انه هو يتأقلم وينساجم مع الفريق عشان يقدر انه هو يقدم افضل ما عنده وانه هو يقدر انه يساعد كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان واكد كمان وولتر بوليا انه هو هيكون سعيد جدا انه هو بيلعب تحت قيادة فيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي واللي بيعتبر على حد طبعا قول انه هو احد ابرز المداربين في قارة افريقيا ودي حقيقة طبعا وهو قال حقيقة انه هو شايف انه هيساعده كتير جدا في تطوير مستوى وتقديم عروض قوية باميس النادي الاهلي وقال كمان بوليا انه فاهم كويس جدا حجم الضغوط المستنياه في نادي القرن اللي بيمتلك قاعدة جماهيرية وشعبية كبيرة جدا في كل العالم وانه هو الاكبر في القارة السمراء وانه دام فاهمه قد ايه ان الموضوع مش هيكون سهل ابدا بس لا هيحتاج منه جهد كبير جدا وتدريبات كتيرة جدا علشان يقدر انه هو يوصل لاعلى معدلات الجهزية الفنية والبدنية لان الاهلي بيضم افضل اللاعبين وبيمتلك قيمة اكتر من رائعة وعبر كمان عن فخره وساعدته بالانضمام لنادي القرن وقال انه هي خطوة كبيرة ومهمة في مشواره الكروي لان اللاعب في صفوف النادي الاهلي شرف كبير وبيحتاج لبزل مجهود مضاعف علشان انك تقدر تثبت نفسك وتفوز بمحبة وثقة جماهير النادي الاهلي واكد كمان انه مجرد ما هو انه هو فاهم كويس جدا انه مجرد ما بيرتبط اسمه بنادي القرن في القرى الافريقية ده امر بيدعو للفخر وبكل تأكيد انه هو يلبس تيشرت او قميس النادي الاهلي مسؤولية كبيرة جدا وانه هو بيتمنى النجاح في الخطوة دي طبعا الجديدة مع عملاق القرى السمراء وقال انه هو والجزء ده مهم جدا انه هو تلقى الحقيقة عروض كتير جدا محلية وخارجية ولكن رغبته كانت في الانضمام للنادي الاهلي دفعته انه هو يوافق طبعا على عرض النادي الاهلي ايا كان يعني الفلوس ما كانتش حاجة مهمة بالنسبة له وانه هو قبلغ نادي الجنب برغبته في التواجد داخل صفوف نادي القرن قال كمان انه هو جاهز تماما انه هو يبدأ رحلته مع النادي الاهلي متحمس جدا للتجربة الجديدة دي اللي هو شايف انه هي الاهم في مسيرته الكروية وانه هو مستني دعم الجميع علشان يقدر يقدم نفسه بشكل كويس جدا مع النادي الاهلي وفعلا يعني هو هيلاقي كل الدعم طبعا من جماهير النادي الاهلي يمكن ده المهاجم لجماهير النادي الاهلي كانوا مستنيين مهاجم سوبر وافريقي ومصافات كتير اعتقد انها تكون موجودة فولتر بوليا واعتقد انه هو هيقدر انه ينسجم بسرعة جدا مع لعيبة النادي الاهلي يسا شايفين على الشاشة من شوية قد ايه لعيبة النادي الاهلي بتستقبله وبينسجم بسرعة الشناوي بيقابله وبيستقبله يعني دايما اللي بيدخل جديد في صفوف النادي الاهلي ما بياخدش وقت يعني ده من زمان ده مش حاجة جديدة ما بياخدش وقت على انه هو ينسجم وبيلاقي الحال انه هو في بيته الأول أو التاني بيلاقي أنه في بيته في وسط أهله فمش بيحس أنه فيه غربة أو بياخد وقت على ما ينسجم كل ده مش بيبقى موجود طبعا في النادي الأهلي